أكد الرئيس السيسي على أن ما تعيشه المنطقة من أزمات يؤكد أهمية تنصيق وتعاون بين مصر وتركيا لمحاولة إرساء السلام والاستقرار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي شدد الرئيس السيسي على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمقرارات الشرعية الدولية إن ما تعيشه منطقتنا وعليمنا اليوم من أزمات وتحديات بالغة توضح أهمية التنصيق والتعاون الوثيق بين مصر وتركيا ومن هذا المنطلق نقشت مع فقامة الرئيس أردوغان سبل التنصيق والعمل معا للمساهمة في التصدي للأزمات الإقليمية وعلى رأسها معالجة المأساة الإنسانية التي يتعرض لها إخواننا الفلسطينيون في غزة في كارثة غير مسبوقة قاربت على العام حيث يهمني في هذا الصدد إبراز وحدة موقفي مصر وتركيا حيال المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار ورفض التسعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية والدعوة للبدء في مصار يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات السلة فضلا عن تعاوننا المستمر منذ بداية الأزمة لإصال المساعدات الإنسانية إلى غزة على الرغم من المعاوقات المستمرة التي تفرضها إسرائيل ترجمة نانسي قنقر